عام مر على انطلاق عملية فرض السيطرة الحكومية على المنافذ الحدودية هيئة المنافذ أعلنت في بيان صدر مؤخرا عن إنجاز 80% من خطط الأداء الحكومي لتقويم عمل المنافذ وفرض هيبة الدولة فيها عمليات الحكومة وتحركاتها في ملف المنافذ يصفها مراقبون بالجريئة والتي مست العصب الأساسي للتمويل والتهريب الذي اعتمدت عليه بعض الجهات الخارجة على القانون لحكومات وسنوات سبقت أعتقد أن السيد الكاظمي استطاع إعادة المنافذ الحدودية إلى هيبة الدولة وسلطانها في حين كانت هذه المنافذ مادة السيمة للكتل والأحزاب السياسية التي كانت تعتاش عليها باعتقاجي أن السيد الكاظمي استطاع إنجاز ما يمكن إنجازه في ظل ظروف المتاحة رغم المصدات التي وضعت له من قبل الأحزاب السياسية والكتل التي انقلبت عليه وذكرت هيئة المنافذ إن الإيرادات المتحققة من المنافذ خلال عام شهدت ارتفاعا بنسبة 90% لكن قوى سياسية منها تحالف الفتح يشككون فيما تحقق من عمليات الحكومة في السيطرة على المنافذ في مقابل تشكيك محللين من بقاء سطوة الأحزاب والجماعات المسلحة قائمة في الهيمنة على المنافذ ومقدراتها كان الأصل في مسك المنافذ هو زيادة إيرادات الدولة العراقية والسيطرة على الأسواق والسيطرة على الوضاع أحد هذه اللحظة لا زالت هناك كثير من الوضاع المتسربة تدخل للبلاد ولا زال هناك عدم سيطرة على المنافذ وبقية الموارد دون المستوى الصرف طلاقا هذا بعيد عن الحقيقة والواقع بدليل أن أكثر المسؤولين وأكثر النواب يصرحون أن أغلب هذه المنافذ لا زالت غير خاضعة لسيطرة الدولة والكثير من المواد الإكس بايردية والتهريم لا زال قائما خلال هذه المنافذ تقرير هيئة المنافذ أوضح ضبط قرابة 2500 مخالفة بين تهريب وتزوير ومخدرات فضلا عن تحقيق إنجازات فاقت السبعين في المئة بمجال فرض القانون والإصلاح الإداري ونقل العناصر الفاسدة خارج المنافذ فيما يؤكد مراقبون أن معركة المنافذ لن تنتهي كونها واحدة من أهم مصادر التمويل للجماعات المسلحة والتهريب من وإلى دول الجوار أسعد الزلزلي الحرة أربيل وإنضم إلينا مباشرة من بغداد الخبير الاقتصادي وعبد الرحمن المشهداني سيد عبد الرحمن أرحب بك معنا إلى هذه النشرة بداية كيف تقيم المساعد الحكومية في مسك الحدود العراقية ومنع عمليات التهريب خطوات التي اتخذتها هيئة المنافذ الحدودية والدعم سيد رئيس الوزراء تضحت معالمها من خلال تضاعف الإرادات للهيئة المنافذ الحدودية والذي هذا يعلن بشكل رسمي وهذه الإرادات متأتية من إبعاد الفاسدين عن تقييم والضبط الساحات القمرقية بحيث وجدت أكثر من مئة ألف مخالفة خلال هذا العام هذا الجزء الإيجابي في هذا الموضوع الذي أدى إلى تضاعف الإرادات القمرقية لكن سؤال حضرتك هل استطاعت الهيئة المنافذ الحدودية أن تسيطر بشكل كامل وتبعد قوة الأحزاب وهيمنتها على هذه المنافذ أنا أشك في هذا الأمر ولو كانت هناك سيطرة كاملة على المنافذ تضاعفت الإرادات القمرقية بأكثر من ذلك بكثير فأني حقيقة أتفق تماما مع ما طرحه السادة الخبراء السيد عبد الرحمن برأيك ما هي الحلول المجدية التي يجب على الحكومة اتخاذها كي تحد من سيطرة هذه الأحزاب والفصائل المسلحة وما هي أخطر المنافذ الحدودية كل المنافذ الحدودية تحمل نفس الأهمية هذا أولا الثاني الخطورة الأكبر أن المنافذ في إقليم كردستان لا ترتبع ولا تطبق ما تطبقه المنافذ الأخرى يعني التعرفة القمرقية في منافذ الإقليم ربما تصل إلى 1% أو 5% في حين المنافذ الأخرى التعرفة القمرقية تتراوح بين 5% و 35% ومعظم السلع والبضاع التي تدخل إلى السوق العراقية بطريقة التهريب تتم عن طريق المنافذ أعتقد أني حتى نسيطر على المنافذ الحدودية أعتقد أن نحتاج إلى قوة الدولة وقوة القانون إذا لم تتوفر هاتان المؤشران لا أعتقد أنه من السهل منفذ واحد من هذه المنافذ نحن الآن نعاني من ضعف القانون ومن ضعف قوة الدولة سيد الكاظمي أرسل قوات مكافحة الإرهاب إلى المنافذ الحدودية لكن ماذا ستعمل قوات مكافحة الإرهاب؟ الموضوع ليس لمدة يوم أو أسبوع أو شهر يحتاج إلى تواجد فعلي ويحتاج إلى تدريب فاعل وربط شبكات الإنترنت مع هذه المنافذ وسيطرة مركزية من بغداد وقبل هذا كله يتم السيطرة على الاستيراد من خلال نافذة العملة يعني يفترض أن يتحاسب ضريبيا ويتحاسب قمروقيا على أساس التحويل ثم بعد ذلك يتم المقاصة هذا ممكن أن يوفر جزء جزء من الضبط الجزء الذي يخص الأحزاب أنا أعتقد من الصعب جدا نسيطر عليه خلال المرحلة الحالية شكرا جزيلا لك كنت معنا مباشرة من بغداد الخبر الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني ممتنى كثيرا لك على الحضور اشتركوا في القناة